موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس روسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء وتقويض أي مسارات تنمية بديلة للدول الأخرى وخلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولية اتهم بوتين واشنطن باستعي لإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فاتيل النزاعات في أسيا وإفريقيا كما أنها حولت أوكرانيا إلى ساحة للهرب الوضع في أوكرانيا يظهر أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا الصراع هم يتصرفون بالطريقة نفسها تماما لتغذية احتمالية نشوب أزمات في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إن المحاولة الأمريكية المتهورة في تايوان جزء من استراتيجية هادفة وواعية لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة والعالم وإحداث فوضى فيه أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن عمليات بلاده في أوكرانيا مثلت نهاية لعالم أحادي القطبة وقال شويجو في كلمة خلال افتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن تعددية الأقطاب أصبحت واقعا وحقيقة وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح انطلاق على عملية الأسكريز الخاصة في أوكرانيا كانت رمزا لانتهاء لعالم أحدية القطب والآن يتشكل عالم متعددة الأقطاب وهو يتميز باحترام جميع الحقوق لجميع الشعوب ونقشنا ذلك مرارا وتقرارا خلال الاجتماعات الماضية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي والآن الوضع في العالم أسوأ مما كان في أهد الحرب الباردة أكدت وزارة الدفاع الروسية أن انفجارا واقع في مستودع ذخيرة ببلدة مايسكوي في شبه جزيرة القرم لكنه لم يوقع إصابات خطيرة وأرجعت الدفاع الروسية لانفجارا إلى اندلاع حريق في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع ذخيرة هذا وأصيب مدنيان بجروح وفق ما أعلنه حاكم شبه جزيرة القرم انفجارات غامضة شهدتها صباح اليوم شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا وذلك في مستودع ذخيرة يتبع الجيش الروسية السلطات الروسية أعلنت توقف حركة السكك الحديدية وإجلاء نحو ألف شخص من قرية قريبة من المستودع العسكرية عقب ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات نجمت عن أعمال تخريب وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي اشتعل النيران في محطة كهرباء فرعية كما بثت تلفزيون لقطات انفجارات كبيرة قالت السلطات إنها نتيجة تفجير الذخيرة وكالة الإعلام الروسية أشرت أيضا إلى أن سبعة قطارات تأخرت كما تم تعليق حركة السكك الحديدية على جزء من الخط في شمال شبه جزيرة القرم مما قد يعرقل قدرة روسيا على دعم قوتها في أوكرانيا بالعتاد العسكرية تفجيرات لا تعرف الجهة التي تقف وراءها فيما لم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن الانفجارات إلا أن ضلوع كييف في الانفجارات ربما يظهر قدرتها على الضرب على مدى أعمق داخل الأراضي الروسية مما قد يغير من مصاري العمليات العسكرية المستمرة منذ ستة أشهر يبحث الرئيس الفرنسي مانويل مكران خاتفيا مع نظره الأوكراني فلادومير زينيسكي اليوم الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وذلك وصلت تبادل اتهمات بين موسكو وكييف بالتصعيد بالقرب من المحطة وحذر زينيسكي من خطر وقوع كارثة في محطة زابوريجيا قد تهدد أوروبا بأسرها ونشد المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا رغم التحذيرات الدولية من تدهور الوضع في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تتواصل العمليات العسكرية بين موسكو وكييف بالقرب من المحطة مما يهدد بوقوع كارثة نووية وسط تبادل الاتهمات بالتصعيد بين الجانبين الرئيس الأوكراني فولدامير زينيسكي وفي أحدث تصريحات له حذر من وقوع كارثة في زابوريجيا تهدد أوروبا بأسرها وقال إن إصرار روسيا على استداف المحطة يعد أمرا استفزازيا زينيسكي نشد أيضا المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدم الاستسلام لما وصفه بالابتزاز النووي مطالبا القوات الروسية بالانسحاب الفوري دون أي شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها روسيا من جانبها طالبت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على كييف لوقف الهجمات على المحطة النووية كما حذرت من خطورة أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المحطة النووية عبر كييف الأمم المتحدة بدورها اعتبرت أن دعوات المسؤولين الروس للأمين العام أنطونيو جوتيرش بمنع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المحطة أمرا مرفوضا لأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة منع أو إلغاء أي أنشطة للوكالة الدولية باعتبارها وكالة متخصصة تعمل باستقلالية تامة مع تزايد وطيرة الصراع في زابوريجيا تزداد حدة المخاوف عالميا من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كم فقط من موقع كارثة تشيرنوبل التي تعد أسوأ حادث نووي شهده العالم في عام 1986 موسيقى قال وزير الدفاع الأوكراني أليكزي رينسكوف إن لاتفيا زودت كييف بستة مدافع هاويتزر أمريكية جديدة وأوضح رزني قوب أن مدافع هاويتزر الجديدة بدأت بالفعل تظهر نتائج في ساحة المعركة معربا عن شكره لنظره اللدفية وسكان اللدفية على دعمهم المستمر لبلاده كشفت بريطانيا أن الأسطولة الروسية في البحر الأسود يجد صعوبات في فرض سيطرة بحرية فعالة مشيرة إلى أن دوريات تقتصر بشكل عام على المياه القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم وأضافت الدفاع البريطانية أن أسطول البحر الأسود الروسي لا يزال يستخدم صواريخ كروز طويلة المدى لدعم الهجمات البرية لكنه يحتفظ بموقف دفاعي وأشارت الوزارة إلى أن فاعلية أسطول البحر الأسود المحدودة تقوض من استراتيجية الهجوم الروسي الشاملة بسبب تحديد التهديد البري والبحري لأدسا إلى حد بعيد حاليا أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب غادرت منها بيف دين جنوبي البلاد وأوضحت الوزارة أن السفينة متجهة إلى إفريقيا ومحملة بنحو 23 ألف طن من القمح وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول في العالم المصدر القمح والذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الحالية قال نائب وزير البنى التحتية الأوكرانية أن بلاده يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانيها في سبتمبر المقبل وأضاف الوزير أن أوكرانيا تلقت طلبات الوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب هذا وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير وأغلقت موانيها على البحر الأسود وبموجب اتفاق بين موسكو وكييف تم فتح ثلاثة مواني على البحر الأسود الشهر الماضي الأمر الذي جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشتري قال نوزير الخارجات الفنلندي بيكا هافستو تخفيض عدد التأشيرات السياحية التي ستصدرها فنلندا لسائحين الروس وقال هافستو أن الوزارة وضعت ألية للحد من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس كان الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي قد دعا في وقت سابق الدول الغربية لمنع جميع المواطنين الروس من دخول أراضيها معربا عن رغبتي في أن يشمل الحضر الروسي الروس الموجودين بالفعل في أوروبا